بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد أن أبقى معكم النهاردة في المؤتمر الموحد للجهاز الهضمي والكبد أنا الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمي في كلية طب الأصر العيني ونائب رئيس جامعة القاهرة السابق ومستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية حيثنا النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا يهم كل الأطباء وهو مشكلة صحية هتواجهنا حاليا وهتواجهنا في السنوات القادمة وهي أورام الكبد الأولية احنا عارفين أن مصر قامت بحملة قوية جدا في خلال السنوات الماضية للقضاء على فيروسي ودي كانت حملة نجحة وأنجح حملة على مستوى العالم احنا حتى الآن علجنا حوالي 3.5 مليون مريض بفيروسي لكن الدور اللي بتدعبه العلاجات لعلاج فيروسي هي لها دور قوي جدا لكن لو المريض عنده تلايف بيتخلص من فيروسي لكن لا يتخلص من التلايف وعشان كده وجود التلايف في حد ذاته هو مدعاء أن احنا ممكن يحصل أورام كبد أولية في هذا الكبد المتلايف سواء تم الشفاء من فيروسي أو لم يتم الشفاء ومن هنا أول نقطة لازم نوجهها لزميلنا أن علاج فيروسي في الشخص اللي كان عنده تلايف كبدي هو علاج للفيروس وليس علاج للتلايف أما لو كان المريض ما عنده تلايف كبدي ومجرد عنده التهاب كبدي مزمن من فيروسي وتم علاجه فبيبقى شفي تماما وفيش مشكلة لكن لو عنده تلايف لازم نفهم المريض بوضوح أن انت كان عندك مشكلتين المشكلة الأولية هي الفيروس وتم التخلص منها لكن التلايف الموجود ده لازم نتابعه بانتظام ولازم نتابعه بصورة دورية مستمرة نحن في الخطوط الإرشادية المصرية لأورام الكبد اتفقنا من مدة أن المتابعة لأي مريض عنده تلايف من الكبد أنه يكون عن طريق الموجود الصوتية وتحليل الألف فيتوبروتين كل أربع شهور وبالتالي أي مريض عندي عنده تلايف من الكبد من أي سبب أو كان حتى عنده فيروس سي واشوفي منه وهو عنده F3 أو F4 أو F4 بوسطة الفيبروس كان لازم يتعمله موجات صوتية ولازم يتعمله ألف فيتوبروتين كل أربع شهور إحنا مين المرضى اللي بنبقى خايفين أكتر إنه ممكن يحصل لهم أورام في الكبد هما المرضى كبار السن اللي عندهم سكر غير منضبط اللي بيتناولوا أو بيشربوا كميات كبيرة من السجاير واللي عندهم الألف فيتوبروتين يعني مش طبيعي قوي واللي عندهم الصفائح الدموية متنقصة دول مرضى بالذات لازم نبقى واخدين بالنا منهم وخصوصا لو كان عندهم سكر غير متكافئ يعني دول لازم نبص عليهم بوضوح جامد جدا لإن دول بنخاف من حدوث أورام للكبد لهم طيب إحنا لو حصل واكتشفنا إن في ورام في الكبد إيه اللي هنستفيد منه؟ لا هنستفيد كتير جدا لإن ورام الكبد ده لو اكتشفه هو أقل من 3 سنتي نسبة الشفاء منه أكتر من 90% لكن لو اكتشف في مرحلة متأخرة وهو أكتر من 5 سنتي أو وهو منتشر إلى الوريد البابي أو حاجة زي كده بتنسبة نسبة الشفاء تقريبا مش موجودة على الإطلاق فالاكتشاف المبكر لأورام الكبد في غاية الأهمية وهو ده دول اللي عايزين كل الأطباء الممارسين في مصر واللي بيرعو مرضى الكبد سواء كان ممارس عام أو دكتور بطنة أو دكتور جهاز هضمي وكبد إن هو ياخد باله إن لازم يتعامل لكل مريض تليف كبدي يتعمله موجات صوتية وألفة فيتوبروتين كل أربع شهور وإذا تم اكتشاف أي بقرة في الكبد أو ارتفاع في الألفة فيتوبروتين يبقى المريض ده لازم يتحول عشان يتعمله أشعة مقطعية أو الأحسن يتعمله فحص على البطن بالرنين المغناطيسي وإذا اكتشفنا إن فعلا في بقرة احتمال إنها تكون سرطانية بيتحول إلى بعض المراكز اللي موجودة تبعنا وهذه المراكز بيبقى موجود فيها فريق متكامل من الجراحة والأشعة وده كترة البطنة والجهاز الهضمي وفي بعض الأحيان تكترة من الباثولوجي عشان خاطر ناخد القرار في علاج هذا المريض بصورة تدي له نسبة شفاء زي ما بقول لحضراتكم أكتر من 90% لو كان هذا الورم أقل من 3 سنتي وده شيء مهم جدا لأن احنا حاليا وفي السنوات القادمة نتيجة انتشار فيروسي في السابق متوقعين أن احنا نشوف حالات كتيرة من أورام الكبد الأولية وشكرا لحضراتكم